اهلا بكم في زوايا الحدث نتناول فيها ما اثير مؤخرا عن احتجاز الحوثيين لعشرات النساء في سجون خاصة بصنع كشفت وكالة أسوشتيد بريسا الأمريكية للأنباء في تقرير صدر عنها أمس الخميس عن حالات انتهاك وتعذيب تمارسها ميليشيا الحوثيين الإنقلابية بحق عشرات النساء في سجون خاصة وسرية في العاصمة صنعاء وقالت الوكالة إن جماعة الحوثيين اختطفت عشرات النساء دون تقديمهم للمحاكمة أو اتهمهم بجريمه ويتم اختطاف الضحايا بتهمة كيدية عديدة أغلبها التعاون مع ما يصفنه بالعدوان والبعض يتم افتزازهن بتهم خطيرة غير مسبوقة تمس الشرف وتشويها السمعة في تجاوز صارخ لكل الحدود والأعراف القانونية والقبلية الوكالة الأمريكية نسبت معلومات التقرير إلى رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر في اليمن الذي قال إن المنظمة تلقت معلومات من عائلات ومحتجزات سابقات تم اختطافهن خلال الأشهر الماضية ومورست ضدهن فضائع مثل الإساءة والتعذيب والإخفاء القسري في سجون سرية وغير قانونية نناقش هذا الموضوع في محورين دلالته مثل هذه الانتهاكات في حال صحة المعلومات وما الذي يفترض اتخاذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة قبل النقاش نتابع التقرير قد تخرج قريبتك إلى متجر للتسوق أو حديقة للتنزه لكنها لن تعود ستبحث عنها بلا جدوى لكن الفاجعة هو اكتشافك أنها مختطفة بتهم ملفقة هذا ما يحدث في صنعاء المختطفة أصلاً منذ أكثر من أربع سنوات من قبل ميليشيا الحوثي وفق وكالة أسوشيتت بريس فإن النساء المختطفات بلا سبب من المتاجر والحديق يتم تعذيبهن في فلل تابعة لقيادات ميليشيا الحوثي وقالت الوكالة نقلاً عن منظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن النساء المحتجزات تنفق لهن تهم التعاون مع ما يسميه الحوثي بالعدوان بالإضافة إلى تهم لا أخلاقية داخل تلك الفلل الحوثية تقوم ميليشيا الحوثي بممارسة وسائل تعذيب بحق النساء وبحسب الوكالة الأمريكية فإن الحوثيين يمارسون التعذيب الجسدي والإخفاء القسري فضلاً عن التعذيب النفسي الذي يلحق الضحايا وأسرهم وتؤكد الوكالة قيام الميليشيا بعمليات ابتزاز عائلات الضحايا باشتراط دفع مبالغ مالية باهظة من أجل الإفراج عن بناتهم المختطفات اختطاف وتعذيب وابتزاز ثلاث جرائم وفاعل واحد ميليشيا الحوثي التي تقوم باختطاف النساء من المتاجر والحدايق تاركة وراها فضائع نفسية تلحق بالضحايا وعائلاتهم حياكم الله مشاهدين كرام وأبدأ هذه الحلقة من القاهرة مع الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان مستاك الله بالخير أستاذ نبيل أسعد الله مساءك ومستاكمي أستاذ المشاهدين وأهلا بكم أخي بداية أستاذ نبيل أنتم في وزارة حقوق الإنسان كيف تعلقون على هذه القضية الحساسة والشائكة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي باحتجاز العديد من النساء وممارسة العديد من الانتهاكات ضدهم بدأت هذه الظاهرة أو بدأت تصل إلينا تقارير رصد وتوثيق حول هذه الظاهرة منذ بداية العام 2018 بشكل كبير يعني كانت من سابق كانت مجرد دلاغات بسيطة لكن في 2018 ما من بدايتها تحديدا منذ يناير بدأت تكثر هذه القضية وخصوصا مع خروج النساء في أول انتفاضات شعبية داخل صنعة ومن هنا بدأت هذه العمليات الاعتقال وغيرها تتزايد يوما بعد يوم وظهر معها أيضا حالات إخفاء قصري واضحة جدا وهو ما جعل العملية تأخذ بأكثر من زاوية ما استدعى أن نقدم في تقريرنا إلى الأمم المتحدة المقدم من وزارة حقوق الإنسان كتبنا هذا الموضوع وبدأنا نتحدث عنه وقلنا أن الظاهرة في حالة تزايد وأنها أصبحت تمثل ظاهرة ربما لم تحدث في تاريخ اليمن مطلقا يعني ظاهرة غريبة على المجتمع اليمني أن تصل الأمور إلى حد التعامل مع النساء بهذا الشكل القضية الثانية الموضوع بدأ الآن يتبلور في إطار ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول هو أنهم أطلقوا هؤلاء هذه الكلاب المسعورة لديهم لعمليات الابتزاز عبر هذا الأسلوب القدر النقطة الثانية أو الوجه الثاني هو نشر حالة ثقافة خوف ورعب من أن الجميع يمكن أن يتم اعتقاله القانب الثالث التهديدات التي تواجه كثير من الأسر وخصوصا إذا ما كان هذه الأسر رافضة للانقلاب ورافضة للميليشيات يبدأ التهديد حتى على مستوى تهديدهم بنسائهم وبناتهم وزوجاتهم وهي ظاهرة ربما لم يسبق إليها أحد في تاريخنا اليمني هذه الثلاثة الأوقف التي تتبلور اليوم في هذه الظاهرة لكن أسوأ ما فيها أن الأعداد التي وصلتنا أو الرقام للمختفيين أو المختفيات قصرا داخل هذه البلد وصلت أو تعدت أكثر من 120 حالة وبالتالي نحن أمام ظاهرة ربما تكون هي الأخطر في تاريخ الاصطراع الموجود حاليا أين تقفون أنتم في وزارة حقوق الإنسان نسان نبيل من هذه الظاهرة التي هي غير مسبوقة كما تحدثت ودخيلة على المجتمع اليمني ولم تحدث من قبل نحن في إطار هذا الجانب ومن خلال نقاشات كثيرة وقامت بها الوزارة وعقدت ندوة في عدن ناقشت حول قضية حماية النساء في أوقات الصراع ناقشنا هذا الموضوع في ندوة مستفيضين بهذا الجانب وأهم ما نبدأ به في خلال هذه الفترة أولا رفض وتوثيق كل هذه الأعمال وتقديمها إلى المجتمع الدولي بإطار التقارير التي تقدم من وزارة حقوق الإنسان وخصوصا ونحن الآن نتجه بعد يومين أو ثلاثة تنتجه إلى جينيف لتقديم التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وسيكون لهذا الموضوع جزء كبير في النقاشات حول هذا الطرح والجزء الجانب الثاني أعمال التوعية والفضح لهذه الممارسات والعمل مع المبعوثة الأممية والضغط على المبعوثة الأممية والهيئة الأممية للعمل على إيقاف هذه الظاهرة والتصدي لها نعم طيب قامعي أستاذ نبيل نشرك معنا في الحديث الأستاذ البراء شيبان الناشط الحقوقي من لندن نساك الله بالخير أستاذ براء أهلا وسعلا فيك وأهلا بالأستاذ نبيل أهلا بك أستاذ براء كمنظمات حقوقية وناشطين حقوقيين كيف تتابعون هذه القضية الدخيلة على المجتمع اليمني طبعا الحادثة هي كانت مخجعة لدرجة أنني حتى في البداية لم أصدقها وحاولت أن أتأكد هل التقرير يتحدث عن معتقلين أم تعلم نساء نساء معتقلات وطبعا أمستن تداوله بشكل كبير بالنسبة للصحافة الدولية وهو خصوصا بعد التقرير الذي أطاقته أو الخبر الذي أطاقته الأسوشيات ويبدو أنه لن يكون الخير هناك الآن ستكون سلسلة من التحقيقات في هذا المجال حقيقة وضع مرعد أوصلة الجماعة الحوثية أوصلة اليمن إلى حالة من الجنون الذي لم يعد حتى يصدق العقل أن المجتمع اليمني الذي كان حتى فيه بعض الكثير من العراف والقيم التي تمنا عن مثل هذه المارسات قد وصلت إلى هذا الحد يعني اعتقدنا جماعة الحوثي وصلت إلى مستوى في الحظيظ وفي التعامل مع الأبناء الشعب اليمني لم يسبق لأي جماعة لا في القديم ولا في التاريخ الحديث أن تعامل أصنع اليمنيين بهذه الفجاجة وبهذه الطريقة وتصل حتى إلى حد أنه تقوم بابتزاج أسر المعتقلات في الحصول على أموال وأن يكون هناك شخصية الآن معروفة داخل صنعاء يحصل على أموال ويكون ثروات طائلة هكذا على مرأة ومسمع من الجميع وقيادة جماعة الحوثية كلها على علم بهذه المارسات وتعتقد أنه بإمكانها أنها ستستمرها بدون أي ردة فعل ولا حتى مكترفة لمشاعر الواطنين أو مشاعر حتى هؤلاء النساء الذين يتعرضون لمسبة هذا النوع من الانتحاك نعم طيب أستاذ براءة الآن كمنظمات حقوقية برأيك ما الدور المنوط بهم كما تعلم ربما الحكومة الشرعية يعني هذه المناطق تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي ويبدو أنهم عايزون عن تقديم أي شيء لهؤلاء المختطفات في سيون الميليشيا طبعا أهم شيء أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة أنه يجب الذي يجب أن تصل القناعة إلى أفراد الشعب اليمني المواطن اليمني الآن هو أهم أنصر عليه أن يقتنع أن موضوع الانتهاكات التي تمارس جماعة الحوثي ليست انتهاكات عرضية ليست تجاوزات فردية ليست عملية تحدث كل الفينة والأخرى بسبب بعض الاحتلالات هنا وهناك هذه الجماعة خطر على المكون الاجتماعي اليمني هذه الجماعة تعلم وجودها هو تهديد وجودي إذا أراد اليمنيون أن ينضوا بأي شكل من أشكال النظام السياسي أو دولة طبيعية يكون لها النظام يحقق أبسط أمال الشعب اليمني فأعتقد أنه المهمة الآن أمام كل المنظمات أنها انتصلت توعية إلى اليمنيين أولا بعدها سوف يصل الأمر إلى المجتمع الدولي أعتقد أنه الآن المعركة المعركة اليمنية هي في الداخل اليمني أكثر من ما هي في الخارج نعم طيب قمعي أستاذ براء أعود للأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل الآن هل أصبحتم أنتم عاجزون عن تقديم شيء لهؤلاء المختطفات أم بيدكم أوراق ربما لو عملتم عليها ستقدموا شيء لهن؟ نحن كان لنا دور كبير في الضغط حتى على فجأة جانبنا الحكومي في مشاورات السويد بالقبول بعملية التبادل بالمختطفين مدنيين قامت الميليشيات مختطافهم مقابل أسرع أخذهم أخذهم الجيش الوطني من الساحات المختلفة أو المعارك المختلفة ونحن على نفس السياق مستعدون للضغط ومشاكل كبير على إدراق أسماء هاي نسوة تقدم لنا معلومات عنها لإدراقهم ضمن عملية التبادل التبادل ما بين المختطفين والأسرة وسيكون لنا دور كبير بالتأكيد على أن تكون الأسماء النساء في مقدمة الأسماء قبل الجميع لأننا نعتبر أن هذا عرضنا وشرفنا جميعا وإذا كان هذه الجماعات العصابات المجنونة قد وصل بها الأمر إلى هذا المدى الذي لم نكن نتوقعه في يوم الأيام هي وصلت إلى حد حتى إظهار القبائل والجانب العرف القبلي وكأنه لم يعد شيئا ولم يعد له أي دور فما بالك بالقانون أو الجوانب الأخرى ومع ذلك نحن كوزارة نحن نقول نتمنى أن يمتلك المواطنين الشجاع في الحديث عن هذه القضايا ولا يخافوا من هذا الأسلوب من الابتزاز الحقير الذي تقوم بهذه الميليشيات بتهديدهم بأنهم سيعلنوا أن بناتهم أو نساؤهم قد أخذنا في إطار قضايا أخلاقية الجميع يعرف سيد نبيل وهل تعتقد سيد نبيل وهل تعتقد أنه كان بيدهم أي شيء للعمل لقاموا به هم تحت تهديد السلاح وتحت ربما يصل البعض إلى حد القاتل كما تعلم ولذلك هم أصبحوا أسيرين بين جحيم الميليشيا سواء نسبة الاعتقال أو القاتل أو التهديد أو ما شبه ذلك ولذلك هم مكتوفي الأيدي ولا يستطيعون عمل شيء هم يعولون عليكم أولا وعلى المنظمات الدولية ثانيا وهذا ما ينجب أن يفهمه الجميع أننا لن نقصر نحن فقط نحتاج إلى أن يكون لدينا معلومات من قبل الأخوة المواطنين من من يعيشون هذه الحالة الكارثية أن يبلغون ولو بشكل غير مباشر حتى نستطيع أن نضع هذه الأسماء في مقدمة الأسماء الحاصة بالمختطفين والمقدمة الآن عبر المبعوث الأممي وفي إطار لجنة الأسرة والمختطفين نحن نستطيع أن نضغط في هذا الاتجاه ولكن نحتاج إلى معلومات موثقة لكن تعرف دائما الأسر اليمنية فيما يخص أعراضهم وبناتهم يفضلون التستر على مثل هذه الأشياء لهؤلاء هذه جماعات جبانة تستغل هذا الجانب الأسري الذي تعودنا عليه في هذا الأسلوب من عمليات الابتزاز والتعذيب والاختطاف وبالتالي نحن محتاجين إلى عملية صحوة ووقوف قوي لهذا العمل ما لم سنظل مرتهنين لدى هذه العصابة بهذه الأعمال القادرة نعم أستاذ أستاذ البراشيبان أنتم كمنظمات حقوقية هل وصلتكم معلومات مؤكدة أو شهادات من أهالي هؤلاء المختطفات أم لا زال الوضع فقط تداول عبر وسائل الإعلام ولم تكن هناك أيضا أرقام حقيقية أو التقاب بمن تعرضوا لهذه الانتهاكات طبعا كانت هناك بعض الثقارير هنا وهناك وكان هناك بعض الإشاعات التي تخرج ولكن كنا نعتقد أنها في إطار الإدعاء أنه لا يمكن أنها تصل فعلا الوضع إلى هذا الحد لكن ما حدث خلال هذا الأسبوع أنه تبين أن هذه حقيقة حقيقة موجودة وعندما تأكدت من نفسه عرفت أنه لا هناك حتى الآن التحقيق مطول سيجهد في هذا الموضوع وأنه ستكشف الكثير من الحقار فيما يتعلق بهذا الملق ويبدو مثل ما ذكر الأفنبيه لأنه هذه القضية تحديدا كانت بعد خطاب العبد الملك الحوثي دعا فيه إلى أن السلطات الأمنية أنها تقوم واجبها تحت نسمى أنهم يحاربوا الدعارة أو المارسات به المشبوهة حسب الدعاية فبطبيعة الحال الأسرة اليمنية فتخاف أنها حتى تتحدث حول هذه الحادثات ونحن الآن لا نعلم ما هو الوضع الذي تعيش فيه هذه النساء داخل هذه المعتقلات وما هي الظروف التي مروا بها نعم فأعتقد أنه مرة أخرى أنا أعتقد أنه من المهم جدا الآن أن يتوجه القطاب بشكل واضح إلى الداخل اليمني ومعرفة أن الحديث الذي كان تقدم الجماعة الحوشي منذ سنين يعني الآن يجب أن يتفق اليمنيين أن هذه المرحلة يجب أن يطوها وأن يتصدوا لها بكل ما أوتوا من قوة لأن معركة اليمنيين مرة أخرى هي في الداخل والذي كان لا يزال يشك أن هذه الجماعة فعلا يعتبر وجودها تحديد وجودي على المجتمع اليمني أعتقد أن هذه الحادثة كفيلة أنها تقنع أي شخص عاكل غير متعصد يريد فعلا أن يكون لليمنيين أدنى مستوى الكرامة أن هذه الحادثة كفيلة لن تقنعه الناشطة الحقوقية البراء شيبان كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك والعود هذه المرة إلى عدن مع رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذ أمت السلام الحاج مساء الخير أستاذ أمت السلام مساء النور عليك وعلى ضيوفك أهلا بك أستاذ أب في البداية ما هي المعلومات المؤكدة لديكم أنتم في رابطة أمهات المعتقلين والمختطفين فيما يخص المختطفات في سيون البليشيا بالتأكيد نعم نحن سابعنا في بداية الأمر عندما سابعنا أول حادثة كانت عندما اختطفوا النشاء من صندوق البشتان وهذا القبيل فسابعنا هذه المواضيع ولكن نتيجة التكتيم والسعتيم والأسر التي أحجمت عن الإصطاح عن مصير ذناتها وذويها جعلتنا نقص حائرات هذا الجانب ولن نستطع أن نثبت أو أن نتأكد من هذه الحالات اليوم يطلع لنا الخبر الأكيد من هذه الأيام اليوم أنهن مختططات وأنهن محتجزات في أماكن غير لائقة ويتم استجازهم والمتاجرة بهذا الأمر كما ذكرت مرضمات التجارة بالبحر وغيرها من المنظمات هذه الظاهرة خطيرة جدا وخاصة في المجتمع اليمني وخاصة عند من يدعون أنهم يحمون الأعراض وأنهم يدافعون على حقوق النساء وأنهم وأنهم أيضا نحن هنا نريد أن جميع الناشطات والحقوقيات والمنافعات عن حقوق النساء أن يتحركن في هذا المجال إذا كنا هؤلاء من النساء يبسزوهم ويعتقلون لهذه الموتة فعليهم جميع المنظمات النسائية والعاملات في المجال النسائي أن يقومن ويرفعن أصواتهم حتى تنان هؤلاء النساء حريتهم وحقوقهم التي غابت عليهم هذه ظاهرة خطيرة جدا جدا اليوم في هذا النساء اليوم الثاني في الأخريات هذا أمر لا يرضى لا عرف ولا دين ولا قبيلة ولا شيء طيب أستاذ أمت السلام كيف يمكن مساعدة هؤلاء المختطفات إذا كان أهلهم لا يستطيعون أن يدلوا بمعلومات أو يتحدثون عن ما الذي حصل لهم أو أين هن محتجزات حتى الأستاذ نبيل عبد الحفيض هو الآن معنا على هو وكيل وزارة حقوق الإنسان يعني يتساءل بنفس التساؤل كيف يمكن خدمة هؤلاء إذا لم تصل أي معلومات وإذا لم يتحدث أهالي هؤلاء المختطفات هذه نحن نشجع النساء ونشجع الأهالي على الحديث وعلى الكلام ولذلك لا بد من حماية المبلغين وحماية الشهود الذي يطرحوا هذا الكلام فهما الناس خائفين خائفين أولا من البطشة الشديدة الذي يواجهونه من الحوثيين والشيء الثاني خائفين من نقطة العيب والعار التي تلتق بأي امرأة مثل هذا المجال فهذه نقطة كبيرة في المجتمع اليمني أنهم يخافوا أن يبلغوا أن ابنتهم مخفية أو مختططة لأنهم خائفين من العيب ومن العار نحن نشجع الأهالي اتقوا الله اتقوا في بناتكم لا يقبض عليهم بهذه الصفة هؤلاء مضموات هؤلاء أخذين من أماكن عامة ليس بها أي شيء مخلط بالأعداب ولا بالشرار فلا بس ما يكون عند الأهالي هؤلاء الشجاعة والقوة لا نستطيع أن نعمل شيء إلا إذا تكاتفت الجهود جميعا الناشطات والناشطين والمبلغين والناس جميعا بحيث أن نخرج هؤلاء المساء المظلومات داخل هذه السجود التي يبتزوهم بهذه الطريقة ولا يعلم الإنسان كيف ظروفهم إذا كان ظروف الناس المعيشية صعبة لهذه الدرجة فكيف تهؤلاء المساء المحتجزات في هذا المكان نعم شكرا لك أستاذ أمت السلام الحاج رئيسات رابطة ومهات المختطفين كنت معنا من عدن وعودة أخيرة إلى القاهرة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ أستاذ نبيل إذن ربما يعني الجميع عديم الحيلة كما تعلم رابطة أمهات المختطفين وأنتم أيضا وجميع المنظمات إلا ما خرج في هذا التقرير الخاص بمنظمة الاتجار بالبشر ونشرته وكالة الأسوشتيت بريس إذن ما هو الحل برأيك هل يمكن فتح هذا الملف مع المبعوث الدولي ومحاولة الضغط على الميليشيا لمعرفة مصير هؤلاء المختطفات أو ما هو وضعهن أو الإفراج عنهم أخي العزيز رغم الوضع الصعب الذي تحدثنا عنه من بداية الحلقة لكن استطيع أن أقول أن هناك على الأقل يعني كما يقال ما لا يدرك كله ولا يترك كله فهناك مجموعة من الأعمال يمكن أن تعمل بشكل جيد وتكون ذات أثر جيد في هذا الشأن أولا نحن كوزارة حقوق الإنسان سنقوم بدورنا في إعداد التقارير الكافية التي ستقدم أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف سنتقدم إلى الهيئات الدولية المعنية بقضايا المرأة وقضايا الإخفاء القصري وقضايا التعذيب بكل هذه المعلومات من أجل تكوين رؤية دولية ضغطة في إطار المنظومة الدولية هذا أولا ثانيا نحن كما قلت لك نتعهد بأننا سنتحدث مع الفريق الحكومي وخصوصا لجنة الأسرى والمختطفين لأن تكون أسماء النساء إذا ما وردتنا الأسماء كاملة سنجعلها في قائمة عمليات التبادل هذا من ناحية الدور الثالث والمهم هو ما تقومون به أنتم الإعلام هو اليوم القوة النائمة الكبيرة التي يعني يعني تعول عليها الماس هذه الرسالة تعوية التي تقومون بها الآن إلى كل المواطنين في اليمن ليعلموا أنهم يجب أن يكون لهم دور كما قال أخي البراء يجب أن يكون لهم دور في عملية المناهضة والمقاومة الشعبية لهذه الأعمال السيئة التي يقومون بها وليعلم كل المواطنين اليمنين أننا نعتبر أن كل من اعتقلتهم أو اختطفتهم هذه الجماعة هم من أشرف الناس وأفضل الناس وهم الوطنيون لو لا هذا الجانب الوطني لما اعتقلوا مثل ما يخفاؤهم وبالتالي على الجميع أن لا يخشى ولا يخاف من هذه التهم الحقيرة التي يحاول هذه الجماعة الضغط بها نريد التوعية أنتم الأساس فيها عملية التوعية تعتمد على الإعلام لتجعل المواطنين يتصدوا لهذه الظاهرة ولهذه الأعمال الجانب الأخير هو التحرك عبر المنظمات والماشطين والجميع ليتحرك الجميع من أجل إيقاف هذا العمل فلا بد إذا ما حستت هذه الجماعة هذا التضافر وهذا القهد سواء من الجانب الحكومي أو من جانب النشطاء والمنظمات أو من جانب الإعلام كلنا نستطيع أن نكون جبهة مباددة لإيقاف هذه الأعمال السيئة وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ من القاهرة شكرا جزيلا لك مشاهدين أكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث تقبلوا في الختام تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديعطا كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى في زوايا الحدث حافظكم الله والوطن موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة